بطبيعة الحال ناس كتير جدا شغلها على المكتب وعلى اللابتوب قد ايه من الناس بيشتغلوا في هذه الوظائف التي يجلسون فيها على المكتب وعلى أجهزة الكمبيوتر في ناس ربما ممكن تفضل أعدل فترات طويلة توصل لثمان ساعات متواصلة على هذه الشكلة وبهذه الطريقة الأمور دي ربما بيكون لها تأثيرات سلبية جدا على العمود الفقر بيكون لها تأثير مباشر على فقرات العلق وبتكون أيضا سبب في الإصابة في طبيعة الحال بالانزلقات الغضروفية للأسف يا مصطفى زي ما أنت بتقول حاجات كثيرة قوي نحن بنعملها في يومنا الطبيعي من غير ما نشعر لكن ممكن تأدي الإصابات في المستقبل لقدر الله طيب إزاي أقدر أحافظ على نفسي من الإصابة وإزاي أقدر أشتغل من غير ما يكون فيه أي تأثير سلبي على العمود الفقري زي عادتي تبقى مظبوطة الحاجات دي كلها خاصة لو أنا بقضي وقت كبير في الشغل بعد 8 ساعات قدام اللابتوب أو بفضل قاعد في طبيعة الحال بطبيعة شغلي هنعرف كل الأسئلة دي من فقرتنا النهاردة ومن ورنا في الستوديو دكتور طارق حمدي السري أستاذ جراحات المخ والأعصاب العمود الفقري بجامعة عين شمس أهلا بك يا فندم نوارنا أهلا بحضرتك أستاذ بساند أهلا بك أهلا أستاذ مستقبل أهلا دكتور بطبيعة الحال مصري كتير جدا بيشتغلوا زي ما قلنا على أجهزة الكمبيوتر الشكل الأمثل إيه للجلوس الأول بدون ما يعني نجعلهم يدخلوا فيه إصابات أو يدخلوا فيه أشكال مختلفة قبل ما نخش في قصة يعني السلبيات خلينا نقول الشكل الأمثل للجلوس فترات طويلة بدون أن يصاب بأي انزل قد غضروفية أعجبني كلمة الجلوس اللي أنت قلتها علشان خاطر هو الجلوس هو من أكتر الأوضاع اللي بيزود الضغط داخل الغضروف فهو أكتر الأوضاع اللي يزود أن يحصل إحتمالية لانزل الغضروف الشكل الأمثل هو زي خلقت ربا أنك تبقى قاعد بتسعينات ظهرك مستقيم مع الساق مع الرجلين فتبقى قاعد كل حاجة تسعين درجة على اللي بعدها هو ده قاعد نسب شكل لا من غير ما تبقى معاوج لقدام من غير ما تبقى متني قوي قوي الورى من غير ما تبقى رجليك معقودة ما قصودش حتى حتى تقل رجلي على رجلي لكن يبقى رجله معقودة أن تبقى رجله عاملة كروس عاملة حرف X هو ده أحسن حاجة أن ما يبقاش أدمه متني تحته الظهر مع الفخد مع الساق مع الأدم كل دي كل واحدة فيهم تسعين درجة على اللي قبلها طب بص يا دكتور إحنا واقعيين يعني إحنا مش هنقول إن إحنا جايين من كوكب تاني في بعض الناس بتقضي حوالي تمن ساعات وأكتر يعني لما يبقى عندك شغل كتير أو حاجات لازم تسلمها غزبا عندك ممكن تعدي تمن ساعات قاعدة على مكتبك بجد بجد أنا أعرف ناس بتشتغل بتكل بتشرب على المكتب هما ما عندهمش وقت يقوموا فقاعدت تسعين درجة دي طول الوقت مستحيلة أنا النهار دا واحدة بشتغل فترات طويلة من الوقت وبالذات البنات بيبعض معها شوية برضو بتأثر أكتر من الولاد وما بلعبش رياضة وقاعدة حاولت تسعين درجة شوية تعبت روحت قبلت على اللابتوب شوية وهكذا إيه الحاجة أو النشاط اللي ممكن أقوم بي وأنا قاعدة أو أقوم وقف حتى تكسر إن أنا مش هبقى قاعدة تسعين درجة طول الوقت غزبا عني هبقى ميلة قدام رجع الورا حتى رجل على رجل الحاجات دي كلها لازم نمشي الرجل اللي بيعمل لنا شي واحد إحنا هنقعد زي ما إحنا عايزين في الشو هنقعد على الكمبيوتر أو على اللابتوب أو على المكان اللي حنشتغل فيه عدد الساعات اللي انتوا عايزينها بس أكيد كل شوية كده هبقى عايز أروح أجيب حاجة أشربها وأرجع تاني هبقى عايز أدخل حمام وأرجع تاني هبقى عايز بدل ما أبعت إيميل للمكتب اللي جنبي ممكن أنا بيحتاج أبعت إيميل علشان حاجة رسمية لكن بدل ما أقول معلومة أو أقول نوت للمكتب اللي جنبي أممكن روح أقول هلو هتلاقي الدنيا بعد كويسة هتلاقي إن التمن ساعات دولت تقريبا ما عداش عليهم ساعة أو ساعة ونص وانت قاعد في نفس مكانك هتبقى لازم تقوم علشان تجيب حاجة تشربها علشان تدخل حمام علشان تكلم منه كل قديم مثلا تقوله حاجة كل قديم مثلا حلو قوي قوي لو عملت كده كل ساعة ده حيبقى كافي جدا ده حيبقى كويس جدا ومشت الرياضة مش لازم تبقى حاجة صعبة مش لازم تبقى حاجة معقدة المشي حاجة كويسة جدا أركان عربية تجبيت شوية بس لمشي طيب ناخد الحاجات واحدة واحدة ما هي الانزلقات الغضروفية ناخد الانزلقات الغضروفية ناخد العنق ناخد العمود الفقري ناخد حاجة كده من الأمراض اللي ربما ما تأتينا من هذا الأمر طيب هو ربنا خلقنا عندنا عمود فقري مكون من فقرات والفقرات دي عضب ناشف بينها وما بين بعض جيلاتين آه حاجة زي المخدات الطرية كده ومكون من مادة جيلاتينية مادة جيلاتينية قلبها حاجة طري وليها إشرة ناشفة مسكاها مسكاها كويسة هي حاجة زي ما يقول كده يعني اللي هو حاجة أنت بتلبسها كتير استخدامها كتير فحطت قطع فهو مع الاستخدام حيحصل زي قطع في الغشاء الناشر ده فالمادة اللي جادي تتحرك وتخرج من مكانها تبتدي تضغط على العصب فيبتدي يحصل آلام والعيان يبقى عيان بقى ساعتها مريض بالانزلاق الغدروفي هنا تحول لحاجة مادة جيلاتينية كان ليها فايدة حصل فيها ضمور وحصل فيها قطع فاتزحلقت من مكانها ضغطت على عصب فبقى فيه ألم فبقى فيه تأثير على وظيفة هذا العصب وراح للدكتور يشتكي من أنه هو مريض انزلاق الغدروفي هو ده انزلاق الغدروفي طب دكتور ليه يبقى إيه رياضيين عندهم انزلاق غدروفي مزبوط لأن الرياضي هو محتاج جدا أنه هو بيشيل أوزان أو هو بيعمل الوظيفة بتاعته محتاج حاجتين حاجة الأولانية الاختبارات اللي بقت منتشرة أوي اللي هي اختبارات الـ DNA Pattern بتاعته علشان نشوف هو عنده استعداد لإيه إيه اللي مفروض ان هو يعمله الرياضة اللي هو الأنسب ليه والجسمه والحاجة التانية ان هو يكون تحت إشراف انت وانت بترفع وزن بتحرك نوعين من العضلات العضلة اللي بترفع الوزن وعضلة تانية مساعدة لها حتى الرياضي المحترف أو جزء كبير من الرياضيين المحترفين بيحرك وبياخد دلو من وضع جسمه هو بيحرك العضلة اللي بتشير الوزن بس بيخدش باجه قوي من وضع جسمه في العضلة أو مجموعة العضلات المساعدة لها فممكن يبقى حاططها في ضغط شديد أو في استرس شديد تؤدي بقى لمشاكل في العضلة دي سواء في العضلة نفسها أو سواء في الغضريف يعني لازم دايماً طول الوقت يبقى متأكد انه العضلة مفكوكة مش مشدة نفسها بيأكل الأكل المناسب عشان يقوي العضلات دي الحاجة دي كلها وعدد ساعة النوم علشان يدي فرصة لإراحة العضلات بالضبط دي بتكلمنا في الانزلاك الغضروفي يعني وأمر ليس ببعيد ما هي الإصابة بالقطنية؟ الفقرات القطنية هي الفقرات يعني في التلت الأخير من الظهر وهي فقرات عليها الجملة اللي قلناها إن هي حاجة بتستخدم فبيحصل فيها إصابة لأنها بتشيل وزن الجسم فالإصابة بالانزلاك الغضروفي أو الإصابة بمشاكل في الفقرات القطنية علشان هي شيلة وزن الجسم فهي مستحملة قوي كل الشقة وكل الشيل والحط والجلوس الكتير أو شيل الأوزان الحركة الكتيرة القاعدة مدة طويلة العربية اللي ممكن تبقى يعني مش أعظم حاجة وممكن تنزل في مطب ولا حاجة أكتر من مرة بالنسبة للذات للنسبة بتسوق مسافات طويلة هي دي من أكتر الفقرات اللي بنشوف فيها مشاكل في الانزلاك الغضروفي فعلشان كده هي حاجة منتشرة جدا طيب بالنسبة كتير قوي كلمة أنا جالي ديسك إيه هو الديسك؟ الديسك هو يعني لفظ ديسك ده حاجة يعني تشريحية موجودة في جسمنا كلنا زي أنا عندي عين أنا عندي بق أنا عندي سنين ايه حاجة موجودة لكن ده لفظ ده رجيت قال لما يبقى فيه اتزحلق الديسك ده من مكانه خرج من مكانه فيه مقعوب الزبط الديسك؟ الديسك هو المخدة الجيلاتينية الطرية اللي ما بين كل فقرة عظمية والتانية وزي ما قلنا الفقرات في ظهرنا أو العمود الفقري مكون من فقرات وما بين كل فقرة والتانية فيه الديسك ده وهم تقريبا عددهم أقل حاجة بسيطة من عدد السنان اللي في بقنا فهم عددهم كبير يعني حتى لو لو في مشكلة حصلت في واحد وإحنا كملنا في نفس النمط المؤذي ده لي حتكون نتيجة من التاني كمان حيتزحلق والتاني كمان حيكون فيه مشكلة منع الجزء دي بقى هيطر كثيرة جدا يعني ممكن نبتدي بالوقاية من القصة من أكتر الحاجات المسببة لأن الغدروف ده يتزحلق من مكانه بالذات في الفقرات القطرية زي ما حدرتك زكار هو الوزن الزايد أنت بتشيله وزن أكتر من اللي هو قدر يتحمله مش بس وزن البناء آدم لكن كمان وزن اللي هو بيشيله لو هو بيتحرك وبيشيل حاجات ذكرت القصة بتاعة الأعدى المدد الطويلة عشان كده قلت يعني موضوع الجلوس اللي ذكرتوه كان يعني في محله تماما البناء آدم وهو نايم على ظهره حنقول أن ده أقل أقل ضغط داخل الغدروف وهو نايم على جنبه الضغط ده زاد مرتين لتلاتة وهو واقف زاد أربع مرات وهو قاعد زاد من ثمانية لعشر مرات أسوأ وضع هو لو قاعد وجنبه بقى شنطة وحاجة وبيشيلها وقايم إحنا بنتكلم على زيادة من أربعتاشر لخمستاشر مرة في الضغط عشان كده دايما يقولك حمل على الركب ما تحملش على الضغط مزبوط ساعد دول ودول حاجة هنحرك الترابيزة دي ما هنحركها أوكي بس هنحركها أربعة أسط بعض مش واحد هيجرها ويحرك ده هيأزي نفسه بشدة فدي الوقاية علاجاتها ليست طويلة بنبتدي دايما بالأدوية المضادة للالتهاب واللي بتساعد إنها تقوي العصب زي الفيتامينز للعصب نبتدي بعد كده ممكن بالعلاج الطبيعي لو ما فيش حاجة ضغط على الأعصاب بشدة علشان ما بقاش بحركه وفي العصب في حالة خطر وأخيرا الجراحات بأنواحها المختلفة ودي حاجة متاحة جدا يعني جراحات بيقات حاجة بانل واسع وكبير وآخر مرحلة وآخر مرحلة ومن جراحات دي يعني حاجة من أول إنه مبقاش فيه جرح خالص لحد يعني بقى الجراحات التقليدية لكن يعني بيوفضل إيه إنك تروح الأول لدكتور عظام ولا لدكتور عليك طبيعي ده سؤال مهم تخلي بال لأنني وفع لي أنا أنا وفع لي ولا يعني أنا عشان حرك يعني أصلا في فعلا الناس على الفكرة يا دكتور يعني أعتقد الإجابة النموذجية هي إن أنا أروح لدكتور عظام لكن أنا شفنا ناس كثيرة أو يتلجأ لدكتور علاج طبيعي على طول يقول أنا حس بشد أو حاجة فيبتدي الدكتور يعمله بعض التمرينات فالعضلة دي تفك فبالتالي يحس إنه أنا مش محتاج دكتور عظام لكن بترجع تتكرر تاني للإصابة وناس كثيرة تقول لك لا لو عندك مشكلة فالدهر أو والوحي الأول لدكتور علاج طبيعي بعد كده نروح لدكتور عظام لو فاشل دكتور علاج الطبيعي عمل استكمالا برضو لإجابة بسانت لأن القصة في العظام معقدة وبعدين التدخل كمان ما بين التخصصين والعلاج الطبيعي يشتغل على إغرى العضلات والعرض يعني الإجابة لحضرتك وأنتم ممكن تروح لدكتور اللي أنتو عايزينه بس أنا يعني طب إمتى نروح لدلاج الطبيعي أكيد متحيز لتخصص طب لكن هحط التحيز ده على جم شوية وهحكي كده مثلا قصة حياة الراجل أو السيدة اللي عندها نزلها غضروف هو الغضروف ده اتزحلق من مكانه والعيان ده اشتكى لما الغضروف اتزحلق وضغط على العصب وهو محتاج يروح لدكتور مش هنقول اسمه ولا تخصصه يقيم وضع العصب ده وصل لأنهي مرحلة والأنهي مستوى من الضغط ولما حيبتدي يدي له أدوية حيدي له دواء علشان خطر يخفف التهاب العصب وآلام العصب وفيتامين يقوي العصب وبعد ما يتنقل لمرحلة الدواء لو الدواء ما جابش فايدة حيتنقل علشان يوصف وصفة ويطلب طلب من دكتور العلاج الطبيعي انه ازاي يبعد الغضروف المتزحلق عن العصب وجاب فايدة خير لو ما جابش فايدة حيتنقل للمرحلة الأخيرة اللي هي الجراح جوه قط العمليات مطلوب من الجراح اللي مش قلناش تخصصه ايه مطلوب من الجراح ده ايه انه هو يبعد المرض عن العصب المضغوط عليه طب أقصى مشكلة ممكن تحسب جوه قط العمليات ايه ان العصب ده يكون متصاب او متعور طيب ومين اكتر واحد حيبقى قادر يتعامل مع هذا العصب يعني القصة حياة الغضروف اللي انا حكيتها دي شوفوا كده فيها كم كلمة عصب وممكن ساعتنا نقول ان يتخصص اللي عالبا فاهمين لكن انه دكتور اعصاب ليس دكتور اعظام يعني زي ماك عايزت ما هو الاعصاب هي لها اعصاب هي اللي مسك القصة طيب دكتور خلينا اقول لك على حاجة حاليك اتكلمت عن الفيتامين زي اللي بتقوي العصاب بتنصحوا بيها خلينا نقول لك مثل البي 12 مثلا فكرة كويس مثلا لكن خلينا اقول لك انه في حالات كثيرة قوية تبقى نوع من عنوار الوقاية يعني ده ممكن حد يبقى جاله مش انزلاق بس اللي هو عنده قبلية اللي هو انا ابتدت يا دكتور دهري وجعني من شيل الاوزام في الجيم او القاعدة فترة طولة او ده من اللابتوب او بتدي ادي له الفيتامينز دي كنوع من انواع الوقاية هل فيه نوع من الرياضة معينة بتنصحوا بيها غير المشي مثلا اللي عنده قبلية شوية في عدمه للاصابات بيصاب بسرعة فيه ناس كده بالذات كمان الاشخاص اللي بيلعبوا رياضة يعني قوية زي كراسفيت اوكي صح مظبوط تماما ان الادوية اللي من النوع ده زي الفيتامينز ومقاعدات الاعصاب هتكون مفيدة في مرحلة وهي مرحلة يعني شبه وقائية اكتر يعني بدأ من الام بسيطة بدأ نلاحظ في الكشف وفي الاشعات ان بدأ يبقى فيه بدايات شيخ او دمور في الغدروف فنبتدي نقوي الاعصاب حواليه علشان احنا متوقعين انه هيحصل في المستقبل كذا وكذا طبعا من احسن تورة الوقائية اللي من غير ادوية هي ممارسة الرياض احسن رياضتين اعلى رياضتين هي رياضة المش والسباح مقصود بالمش ايه مش نشي الجرد لا لا يعني المشي العادي خاص بس يعني خلينا قول في المشي بس حاجة انه المش مش ان انا بعمل شوبين ولا اني بهابر في البيت مثلا امشي بشكل مستمر ايوه بالضبط مش بشكل مستمر منتظم بجزمة مناسبة صحيح على ارض مناسبة صبت السباحة يعني مش ان احنا بن يعني بن 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 يعني راح جاي للي عنده الامكانية واللي يقدر والمتاح دي لكن المشي حاجة متاحة يعني حاجة سهلة ومتاحة اللي بيمارس رياضات قوية زي الكراسفت انا بس هنصحه بان هو ياخد الامور تدريجيا مش لازم تأس على نفسك صحيح انت عايز تبني فتنس وعايز تبني عضل هي بتيجي بالتدريج الحاجة اللي توجعك معلش اقف وابني زود عليها المرة الجاية وزود عليها المرة اللي بعدها هتحقق احلامك وتعمل الفيجر والشيب اللي انت محتاجه وفي نفس الوقت هتقدر تحافظ على نفسك على اي حال يعني الكلام في في الاعصاب وفي العضل وفي العضم وخصوصا العمود الفقر ما بينتهيش والمصريين بشكل عام يعني عندهم مشاكل كتير كدا في القصة دي ربما حرك وضحت لنا يعني نقاط سريعة أو زي ما قولوا هيدلاينز أو عنوين مباشرة للقصة دي بنشكرك ودكتور طارع حمدي السري وستاذ جراحة المخ العصاب العمود الفقري في جمعات عين شمس شكرا جزيلا لأحرارك شكرا يا فان